اشتركوا في القناة وقد اعلنت السلطات التركية درجة الانذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية الى المناطق المنكوبة وقالت وسائل اعلام عربية ان الولايات التركية شهدت اكثر من 66 هز ارتدادية عقب الزلزال لا توجد حصيلة دقيقة باعداد القتلى والجرحة حيث ان الاعداد في ازدياد مستمر فقد تضررت اكثر من عشر ولايات في تركيا جراء الزلزال الا ان وكالة الكوارث بتركيا قالت ان 76 لقوا حتفهم و 440 اصيبوا في الزلزال والاعداد مستمرة في الزيادة